جبل هان غرب مدينة تعز بدأنا زيارته فجرا فالجبل غير ما يرى من الخط الرئيسي فارتفاعه كبير وصعب السير عليه وقد وصلنا قمة الجبل التي تتكون من عدة جبال مسيطرة على منطقة الربيع غربا وعلى منطقة حذران شمالا ويشرف أيضا على منطقة الضباب جنوبا وعلى الخط الرابط بين تعز وعدم من ناحية الشرق نحن الآن في أعلى قمة في جبل هان ونحن بفضل الله عز وجل مسيطرين سيطرة تامة على هذا الجبل ولا صحيح لما تشيعه ميليشيات الحوثي على قنواتهم أنهم أسقطوا الجبل أو من هذا القبيل صحيح أنهم هجموا على هذا الجبل أكثر من مرة ولكن كان لهم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالمرصاد نحن صامدون في قبل الهان وإلى الآن يعني لا يستطيعوا أن يصعدوا إلى قبل الهان أبدا مهما كان نحن أمامهم بكل قوة وعزم وحزم كيلو ونصف هي مساحة الجبل الكلية وتقع فيه عدة مواقع للجيش الوطني باللواء 17 مشاه وقد صد هذا الجبل برجاله عشرات الهجمات وقدم فيه الحوثيون كثيرا من الخسائر لعلهم ينالون ممن عليه إلا أنه صامد صمود العلم الجمهوري المرفوع على كل تبة وموقع وصخرة مرتفعة فيه تمثل شرائنا حياة لهذه المدينة لا يمكن أن تنبض هذه المدينة بالحياة لو لا وجود هذا الخط الذي تدخل منه البضائع وتدخل منه المواد الغذائية إلى هذه المدينة المحاصرة طبعا المليشيات مصر إصرار كبير على جبل هان أو على أن تأخذ جبل هان لأنها تريد محاصرة هذه المدينة طبعا وبإذن الله سبحانه وتعالى الشباب صامدون وثابتون وبإذن الله سبحانه وتعالى أيضا عازمون على التحرير تحرير بقية كافة المدينة بإذن الله سبحانه وتعالى جبل هان حارس مدينة تعز وطريقها الوحيد يحافظ عليه رجال لا يغمضون عينهم ومستعدون للمعركة طوال الوقت محمد يوسف لقناة سهيل من رأس جبل هان تعز